مرحبا بكم يا أصدقائي كيف حالكم؟ في درسنا اليوم سنتحدث عن مصادر الحرارة هل أنتم مستعدون؟ رائع هيا بنا أتعلمون يا أصدقائي ما الفرق بين الليل والنهار؟ أحسنتم الليل بارد بينما النهار فهو دافئ ولكن يا ترى والذي يجعل النهار دافئا هذا صحيحا يا أبطال وجود الشمس يجعل النهار دافئا فالشمس تزودنا بالحرارة والضوء باستمرار فالشمس مصدر من مصادر الحرارة وتعد المصدر الأكبر والأهم ونسمي الأشياء التي تزودنا بالحرارة لمصادر الحرارة ولكن هل توجد مصادر أخرى للحرارة؟ يحصل جسم الإنسان على الحرارة من مصادر مختلفة فمثلا يمكننا الحصول على الحرارة من مدفأة الحطب هذا وكذلك الطعام الساخن فعند تناول الطعام الساخن نشعر بالحرارة في أجسامنا ولكن هل لاحظتم يا أصدقائي أنه عند الرقد والحركة كثيرا نشعر بالدف؟ هذا يعني أنه يمكننا الحصول على الحرارة من الحركة والآن ضعوا أيديكم هكذا يا أصدقائي وقوموا بتحريكها للأمام والخلف هل تشعرون بالدف؟ إذن هذا يعني أنه يمكننا الحصول على الحرارة من الاحتكاك إذن يا أصدقائي المدفأة، الطعام الساخن، الحركة والاحتكاك جميعها مصادر للحرارة تزود جسم الإنسان بالحرارة وتشعره بالدف ونحتاج إلى الحرارة أيضا لطهي الطعام ونحصل عليها من مصادر مختلفة كالغاز وأيضا كإشعال الحطب والفحم فجميع هذه الأشياء تعد مصادر للحرارة تزود الطعام بالحرارة اللازمة لطهوه بالإضافة إلى أنه يمكننا الحصول على الحرارة من الكهرباء كمكوى الملابس ومجفف الشعر فالكهرباء مصدر من مصادر الحرارة إذن يا أصدقائي الشمس، الكهرباء، الحركة والغذاء، الاحتكاك، الحطب، والفحم والغاز جميع هذه الأشياء تعد مصادر للحرارة ونلاحظ يا أصدقائي أننا نحتاج إلى الحرارة في الكثير من الأمور فالحرارة لها فوائد عديدة التدفئة طهي الطعام وخبزه والتجفيف بالإضافة إلى أنه للحرارة فوائد أخرى فنرى أن الحداد يحتاج إلى الحرارة في صناعة المواد وأيضا يمكننا تسخين المياه باستخدام سخانات شمسية تزودها أشعة الشمس بالحرارة وغيرها من الاستخدامات العديدة والمتنوعة وبهذا يا أصدقائي نكون قد تعلمنا معا مفهوم مصادر الحرارة وتعرفنا إلى بعض مصادر الحرارة وأيضا تعرفنا إلى فوائد الحرارة في حياتنا ترجمة نانسي قنقر